السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله دي نظرة سريعة جدا جدا على برنامج ريفت مي بي اللي هو احنا بصينا لقيمي سيستمز بلاي فيها الحاجات اللي انا ممكن استخدمها زي قسم الخاص بالليتشبك اللي هو التكييف بلاي جزء خاص ببلومينج والفاير في نفس الوقت بلاي جزء خاص بإلكتريكل بتلاي ساعات لو شاشة صغيرة بتلاي هو بس يظهر كلمة إلكتريكل وبلاي الأدوات تحتية لو شاشة كبيرة بيظهروا كلهم عادي زي البلاي منج زي الاتشي فيك لو جانا نبص على اول حاجة بلاي عندي كلمة دقت وده اللي هو الصغ نفس فكرة الدقت هي نفس فكرة البايب هي نفس فكرة الكيبول تري يعني في نفس الحاجات نفس الاوامر لو عرفتها بتلاي الموضوع اللي بعدكها بقى سهل وبسيط يعني لو انا قلت له مثلا عايزة رسم دقت فبيجيب لي شوية ادوات الادوات دي رايبة جدا من اللي هو انا قلت له بايب مع وجود اختلافات هنشوف الاختلافات ان شاء الله مع بعض هتلاقي الاوامر قريبة جدا من بعض اختلاف بسيط مثلا ان انا لدقت كنت مختاره الريكتانجل فكان بيسألني طوله العرض المسهورة هنا دائرية فهنا ايه اللي ادام ترد دي كيبول تري بيقول لي مفيش تاج المتحمل باش مفيش مشكلة في التاج طيب الكيبول تري بلاقي بيقول لي الويتس الدي ايه والهي ادي ايه والاويتس الدي ايه والاويتس الدي ايه تمام فهو البرنامج مجرد ان الواحد بس يفهمه شوية بيلاقي الامور بدأت تمشي قريبا بعض كل حاجة بتسلم للي بعدها فلو لطلو انا دقت بلا ايه بيسألني شوية سيئلة بيقول لي الويتس الدي ايه والاويتس الدي ايه والاويتس الدي ايه والاويتس الدي ايه والاويتس الدي ايه دقت بتاعي ريكتانجل لو دوست كنترول وان هيجيب لي خصائص بيقول لي اه ده دقت اوفل احنا في مصر وسعودية وكويت ممتشغلش بدقت الاوفل بنشغل لاما بالريكتانجل لاما ايه بالدائري طيب انا هشيل الاوفل وقول له انا عايز دقت الاوفل وابدأ ارسم دقت اه لاحظ معي ان انا مجرد عملت كوع هو اوتوماتيك حطت كوع تمام زي ما انت شايف فهو اي فيتنج موجودة في المشروع هو بيحطها اوتوماتيك في حاجة كتيرة هو بيحطها وبيسأل على الشغل يعني لو انا قلت له مثلا دقت وبدأ ترسم من هنا فليه هو بيحطيلي التاب وحطيلي التاب هيط تمام طيب لو انا قلت له انا عايز ارسم دقت وجيت اكمل الدقت بتاعي اه من اخر الدقت ده هابدأ ارسم دقت بتاعي وجيت غيرت الصيس قلت له مثلا لا ده بالشروع 100 ده هيبقى 900 ابسك كده الاقي هو خلات 900 ورسم هو الريديوسر هو اوتوماتيك حطيلي الريديوسر بتاعتي اللي انا محتاجها في الشغل بتاعي فهو اوتوماتيك بيزبط الخصاص ديت وليه ان انا احط اي ريديوسر يعني ممكن نكونش بتاعيز الزوديت اجي هنا اقول لا ده انا مش عايز الزوديت انا بدل 45 انا مثلا اعايز اعايز واحد 30 مثلا ممكن نعمل كو انه نعمل ريديوسر تاني اقول له ايدي الطيب وقول له ده انا عايز دوبليكيت ودي هتبقى 30 اقول له اوكي انا كده غيرت الاسم بس ما غيرتش الخاصات بتاعته اجي هنا اقول له ده 30 اوكي طعم فكده بقى عندي اتنين الريديوسر اقدر اتحكم فيهم ده 31 ممكن اخليها 45 طيب لو جينا نكمل مع بعض الدكت بلاي عند الوفست الوفست ده ارتفاع الدكت عن الدور نفسه يعني ممكن يكون الدور عندي الدور التاني تمام هو بقى بي اس 3 متر من الدور التاني من بداية الدور التاني بس هو ما بي اس من اول الدكت لا من نص الدكت طيب لو عايزوا اس من bottom بتاع الدكت bottom of duct باجي في حاجة هنا اسمها justification وقول له اللي هنا خليها من bottom وقول له اوكي يبقى انا كده هرسم التالة تلاف دي من bottom وليس من الميدل اي مفروض دي على 3 متر ودي تدعى على 3 متر والاتنين في نفس المستوى بس لما تجي ترسم section هتلاقي فيهم واحدة اعلى من التانية لسهوة بسيط ان في واحدة من bottom والتانية بشمل bottom التانية من نص السوق لو رسم section كده ودوس كليك يمين ووطلو جوته view هلاقي فيهم صوق اعلى من التاني تمام ده ليه لان هنا انا ايس من من 300 ديت من نص من البوتوم وهنا ايسها من نص فعشان كده عمل فرق في في الصوق في واحدة فيهم اعلى من التاني تمام طيب لما هرجع كده وابدأ اشوف بقية الخصائص بتاعة السيستم نتضغط ممكن اقول له انا عايز الافسد ده ممكن بعد ما انا بارسم يعني رسمته او صوق اقول له اطلع او انزل يعني مثلا فيه عند تلوع والنزول هقول له من 3000 مثلا خليه على الالف ومتين وابدأ ارسم الصوق بتاعتي اكمل الصوق بتاعي اه اه هندس اه اش هندس الو